اللي معايا النهاردة ده كان نجم كبير جداً في التسعينات كان مهاجم تييل أوش لو الراجل ده كان موجود دلوقتي في الكرة المصرية كنت هتلقوا مهاجم أساسي منتخب مصر الواحد وكمال معلوش واحد على الدكة كان مهاجم تييل أوي حظه أنه كان بيلعب مع مهاجمين تقال أوي 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 في عصر كلهم كان مهاجمين كبار وهو كان واحد من الكبار دول شرفني وينورني في هذه الفقرة النجم الكبير كابتن عبداللطيف الدماني نجمي نادي الزمالك ومنتخب مصر أصبك المدير الفني الحالي الفريق نبرو مشرف ومنور يا نجمي أنا دايماً والله سعيد جداً مكتود معاك وبشكرك جداً على المقدمة الجميلة طبعاً وسعيد جداً بكون معاك وبارك لك كل ما يجيلك بارك لك على الحلقات الممتعة والله حضرتك مميز ومكتد وفريق العمل كله وجيت نظر مش ياخدين حققه قوي لكن طول ما انت بتكتد وبتتعب الحمد لله كله زي الفل الحمد لله أنا بس قلت كده في الأول عشان أحضرتك كورة بشجع بفرج بقى وهقول اللي عيب ده جامد واللي عيب ده جامد واللي عيب ده جامد بس من وجهة نظري وانا لسه كمان يعني مش بفهم كورة قوي يعني وانا لسه بفهمش كورة قوي بس هاصل انه على مستوى المهاجمين دلوقتي لأ انت كنت في حتة عظيمة يعني لو بنقيسها على دلوقتي يعني مع كامل الاحترام لكل الموجودين بشكرك طبعاً لك الحمد لله يعني رد تماماً عن الفترة هنا قضيتها هي مش قصة مش أنا بس كان وقتها كل المهاجمين في مصر على مستوى عالي جداً من الموهبة يعني تحس ان هقولك أسماء احنا كنا تسعة يعني التخيل في نادي الزمالك موسم من المواسم مع حفظ الألقاب كان حسام حسن وكان وليد صلع عبد لطيف وعب حليم علي وعب حميد باسيوني وعسامة نابرية واحمد فليكس اللي طبعاً كان في الأهل ورجع وكان جمال حمزة ايه ده؟ انتا المطلوب تلعب بفرد واحد او اتنين وكلهم مواهب حاجة بعدها بس يوميشي راحل اسماعيلي خد بطول الدوري انا راحت المحلة خدت مركز رابع وهكذا كل واحد فينا لما راح نادي كنا الحمد لله عملنا فرق جامع جداً كل الناس كنا نادي نادي ناوي بأكد على كلام حضرتك ان احنا يتوجدنا كلنا في مكان واحد في فترة كان في مهاجمين كتير جداً في الأندية مش شرط النادي الزمالك في أندية مصر كلها كان فيه مهاجمين على مستوى لي جداً للأسف شايت بقى لنا سنوات من بعد متعب وعمر اذاك الامور صعبة شوية صحيح